بسم الله وإن شاء الله حينما يستهل البوح بنبرة استفهام ووقفة استنهاض يكون الأمر لافتا تكون الحكاية محلقة عاليا في فضاء الرجاء والأمل الأمر الذي يأخذ المتلقي عميقا مسخرا كل وجدانه رغبة في ملامسة المعاني والأنس بها على هذا النحو ارتقى القصيد سنام الجمال أما القصيدة فقد اعتلت مركب الوافر تسائل المحبوب أتنسى؟ وأما الشاعرة فهي أنيقة الشدوي صاحبة الندى المعبق بالمسك نادي مسك بدأت نادي رائعتها بسرد حال مضى وبإرسال نداء يلهب الفؤادة ثم تسرح بعيدا في عمق المنى إليك الشوق يرحل والوداد فقل لي سوف آتي يا سعاد سآتي كالأمان حالمات ولكن كاللهيب لها اتقاد سآتي كالعبير يرف شوقا فتثمل من أغانيه البلاد ثم تفيق نادي من سراحانها لتجد أنها لم تزل في حال الانتظار فتناجيه باشتياقها شادية إلى عينيك يبعث اشتياقي وما لبحار أشواقي نفاد هواك يسيل في مجرى عروقي دما لولاهما خفق الفؤاد فبعدك قصوة وجفاك مر وقربك نشوة فيها امتداد ثم لا تجد نادي بدا من التساؤل والعتاد فما لك فما لك كلما أدنيت قلبي لقلبك ينتشي فيه العناد ألم أكو حبك الأنقى بعمري به لو غبت يشتد السواد ثم تبرق شغف ودادها مجدلا بالحب تعالى تعالى فليس لي إلا كنبض لروح ليس يسكنها العناد ولا شابهت نبضا من فؤادي لنبض أو مضى عنه السهاد أحبك أيها المنقوش عشقا بأجفاني وقد طاب الرقاد أحبك أيها المسكوب خمرا بعمري والجوام كاتقاد تعالى تعالى فإنني في نهر شوق وليس سواك في الدنيا مراد كفى بعدا متى وقت التلاقي كأنك في الموانئ سندباد فإن تك شهر يارا يا حبيبي أتنسى أنني أنا شهر زاد هكذا أنهت نادية قصيدتها أتنسى وإنه لسؤال حق يطارد المحبين كلما جد لديهم خلاف فإذا ما جاء الجواب عذبا تعطرت الحياة بعبق الحب وهنا أهامس الأحبة أن داو جراحاتكم فالجرح مهما اشتد نزفه يبقى مترقبا نظرة اشتياق ولمسة وداد وبسمة أمان فيشفى أهنئك نادية ووالله أهنئ بك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفروك وأتب إليك ترجمة نانسي قنقر